الحمد لله نحن كمسلمين نحن نؤمن يقينا بقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله هذا يقين بالنسبة لنا هذا وعد من الله يقول الشيخ سلام تيمياء ظاهر بالسيف والسنان وبالحجة والبيان ظاهر هذا الدين لكن الله تبارك وتعالى لحكمه جل وعلا يعني يؤخر هذا النصر حتى نصحح نحن أوضاعنا وإلا فإن الأمر بالنسبة لله سهل جدا كن فيكون وإنتهي كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون انتهى كل شيء فالأمر يسير على الله تبارك وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى يريدنا نحن أن نتحرك يريدنا نحن أن نبدل شيئا نحن أن نصلح من أحوالنا وأوضاعنا وعلاقتنا مع الله تبارك وتعالى وإياكم إياكم أن يصل الأمر إلى اليأس يعقوب عليه الصلاة والسلام حذر أولاده قال يا ابني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا يجوز للمسلم أن ييأس من روح الله تبارك وتعالى وأن الله سيظهر هذا الدين بذل ذليل أو بعز عزيز سبحانه وتعالى ولكن علينا نحن أن نصحح علاقتنا مع الله تبارك وتعالى وأن نستقيم على الأمر الصحيح ثم بعد ذلك سيظهر الله هذا الأمر كله ولا ننتظر المعونة من أمريكا أو روسيا أو أوروبا أو غيرها من البلاد لا ننتظر هذا منهم أبدا ولن يعينوك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا يقين بالنسبة لنا فلا يجوز لنا أن نتعلق بأمريكا أو بروسيا أو بأوروبا أنهم سيعيدون لنا المسجد الأقصى أبدا وإنما الذي يعيد لنا المسجد الأقصى هو الله جل وعلا بجدنا وجهدنا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يعود للإسلام عزه وأن ننتصر عليهم كما انتصروا علينا وأخذوا بلادنا فعلينا أن لا نيأس وعلينا أن نجد ونجتهد في إصلاح مجتمعاتنا ولعل الأمر أن لا يكون على أيدينا نحن فليكن على أيدي أبنائنا أو أبناء أبنائنا لكن أهم شيء نحن نؤسي الصح نوضح الطريق الصحيح الذي يجب أن يسار عليه والله الذي لا إله إلا هو لنصلنا إلى مرادنا الآن كثير من المسجد في غفلة عن دين الله تبارك وتعالى وانحراف فلذلك الله تبارك وتعالى يبتلينا بمثل هذا الأمر وأنبلوكم بالشر والخير فتنة لما حرر الله المسجد الأقصى على يد صلاح الدين الأيوبي قبل صلاح الدين هناك الجنود مجهولون أمثال نور الدين زنكي وغيره هؤلاء بذلوا جهودا عظيمة وأسسوا حتى يعني قدموا الأمر لصلاح الدين على صفيحة من ذهب كان الناس في صلاة الفجر أكثر منهم في صلاة الجمعة وكان صيح البخاري يقرأ في كل أسبوع قراءة كاملة من ألفه إلى يائه في المساجد الناس عادت إلى الله تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله تبارك وتعالى ماذا يمثلون من قوة ولا شيء كلكم يعلم ماذا صنع الله بفرعون وماذا صنع الله بالنمروذ وماذا صنع الله تبارك وتعالى بغيرهم من الكفرة أهم شيء أن نثق بالله ثم أن نصحح نحن أوضاعنا وعلى الله قصد السبيل سبحانه وتعالى فنمشي صح ولعل الله تبارك وتعالى أن يسر الأمور وينصرنا على عدونا والله المستعان